محافظة المحرق أمام الساعة التاسعة كيف هي الأجواء حيث تتواجد أهلا بك زميلتي هيا أحييك وأحيي زملاء والسادة المشاهدين كما تعلمين الآن تواجد في محافظة المحرق وتحديدا في المركز الإشرافي لهذه المحافظة في مدرسة الهداية الخليفية ثانوية للبنين خلال الأيام الخمسة الماضية من الخامس من أكتوبر وحتى اليوم التاسع من أكتوبر فتحت هذه اللجنة أبوابها أمام المترشحين من المجلس النيابي والبلدي من أبناء هذه المحافظة شهدت إقبالا كبيرا خلال الخمسة أيام الماضية هذا الإقبال قبله تنظيم متميز من قبل اللجنة لاستقبال هذه الطلبات من قبل المترشحين كان هناك تنظيم وتسهيل لعملية الدخول والخروج وأيضا التعاون مبناء بين اللجنة الإشرافية برئاسة سعدة المستشار الدكتور علي عباس الشويخ رئيس هذه اللجنة وأيضا مع زملاء الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا لتغطية مجريات هذه الانتخابات والمرحلة الثانية من الانتخابات تحديدا اللي هي فترة التسجيل أيضا هذا المركز سيغلق أبوابه قريبا خلال الدقائق القليلة القادمة في تمام الساعة التاسعة مساء لهذا اليوم وبدءا من يوم غد سيتم عرض كشوف الناخبين والمترشحين وأيضا بدء استقبال طلبات الاعتراضات من قبل المترشحين خلال ثلاثة أيام ستقبل هذه اللجنة أو ستبت هذه اللجنة بهذه الطعون وهذه الاعتراضات وتعلنها في تاريخ الثاني عشر من أكتوبر بإذن الله عودة لكم زملائي هذا كل ما لدي وبالتأكيد سنوافيكم بكل التفاصيل حول مستجدات انتخابات 2022 نعم شكرا لك يحيى على هذه التفاصيل والآن ننتقل معكم مشاهدينا إلى زميل بسم لبدوية المتواجد في مقر اللجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة ومزيد من التفاصيل حول اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية نعم شكرا هيا وشكرا بالطبع للزميل علي وعضي نحييك تشوحي السادة للمشاهدين كما تعلمون أنا الآن في المحافظة المركز الإشرافي في المحافظة العاصمة ويوجد هذا المركز في مدرسة خولة ثانوية للبنات طبعا شهد المركز منذ اليوم الأول إقبالا يعني كثيفا من قبل السادة المترشحين المحتملين في الأيام الأخرى الثاني والثالث والرابع شهدت حضورا متفاوتا اليوم نحن في اليوم الأخير كما يسمى وهي يوم التكتيكات وبالتالي أيضا حضر المركز عدد لا بأس به من السادة المترشحين المحتملين كما تعلمون بأن في محافظة العاصمة لا تجرى انتخابات بلدية وذلك لوجود أمانة العاصمة والتي تحل محل المجلس البلدي ولكن الأعداد كانت كثيرة بالنسبة للترشح إلى المجلس النيابي وقد حصلنا على أرقام من قبل اللجنة مشكورة أن قدمت لنا أدت أرقام تتعلق بعملية تسجيل المترشحين بشكل حصري إلى مركز الأخبار بالطبع تم تقديم حتى هذه اللحظة طبعا تفصلنا نصفاعة إلى انتهاء فترة تسجيل المترشحين لكن حتى هذه اللحظة تقدم مئة شخص لخوض الانتخابات النيابية هنا في محافظة العاصمة ومن بين هؤلاء طبعا ثمانية وعشرين امرأة واثنين وسبعين رجلا ومن بين هذه الطلبات تم قبول واحد وثمانين طلب وتم رفض تسعة طلبات وذلك لأسباب تتعلق بسقوط الشروط وعدم توفر الشروط لدى هؤلاء التسعة وأيضا تتعلق بوجود سوابق جنائية ولكن لهم الحق أيضا في تقديم الاعتراض لاحقا انسحب في محافظة العاصمة شخص واحد فقط حتى هذه اللحظة كما قلت وانا ارى المشهد امامي الان نزالت اعداد لا بس بها من المترشيحين المحتملين يصلون الى ويتوفدون الى مركز الاشرافي في محافظة العاصمة وهذه ابرز المستجدات التي حصلت هذا اليوم وعودة الي تهيئ شكرا لك الزميل بسام لبدوي واتحول الان الى زميلة شوق العثمان المتواجدة في مقر لجنة الاشرافية في المحافظة الشمالية التي تمتلك اكبر كتلة انتخابية في مملكة البحرين لالطلاع على اخر المستجدات اليك شوق اتفضلي احييكم واتواجد من مركز الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في المحافظة الشمالية وتحديدا في مدرسة يثرب الاعدادية للبنات منذ اول يوم شهدت هذه المحافظة اقبالا كبيرا من الراقبين بالترشح ولا يزالون الراقبين بالترشح يتوفدون حتى هذه اللحظة وايضا يتوفدون لمتابعة الاجراءات المتبقية لهم وكان الاقبال من الجنسين في هذه المحافظة دليل على الوعي التام بالواجبات والحقوق السياسية وحتى هذه اللحظة تم تسجيل طلبات اكثر من 190 للراقبين بالترشح 122 نيابي و80 للمجلس البلدي هذا ابرز ما لدي وعب لكم في الاستيديو شكرا لك شوق على هذه التفاصيل واتحول الآن الى زميل طلال نايف المتواجد في مقر اللجنة الاشرافية في المحافظة الجنوبية للاطلاع معكم مشاهدين الكرام حول اخر تفاصيل عملية استقبال طلبات المترشحين للانتخابات اليك زميلي طلال احييك زميلتي هيا وزميلي علي في استيديو مركز الاخبار طبعا شهدت المحافظة الجنوبية منذ فتح بواب مدرسة المستقبلة الابتدائية للبنات قبال واسع منذ اليوم الاول الى حتى هذه اللحظة وهذا يؤكد على وعي المتقدمين لترشح على اهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمغراطي الذي ارسى دعايمه جلالة الملك المعظم بمساندة مستمرة من قبل صاحب اسمه الملكي ولي العهد رئيس مجلس المزرعة حفظه الله والجدير بالذكر ان المحافظة الجنوبية على مدى خمسة ايام شهدت سلاسة في التنظيم وسرعة في الاجراء ورأينا البسمة تغمر وجوه من اتوا الى هذه المحافظة لتقديم اوراقهم للترشح طبعا هذا ما لدي من تفاصيل وعودة للزملاء في استيديو مركز الاخوار شكرا جزيلا لك طلال وشكرا لشبكة مرسلين المتواجدين في المراكز الاشرافية بمختلف محافظات المملكة على هذه الاطاحة الاحاطة في اليوم الاخير والخاص بتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية